المقابلة دي زي ما قلتلك الهدف الرئيسي منها الهدف الرئيسي منها وسجل على زوبع كان اخراج عفتاح السيسي للحديث علنا وبكل فخر انه يتعاون مع الصهاينة وان الصهاينة قدموله مساعدة في سيناء وانه يعني الحجاء فل الفل هذه المقابلة تمت برغبة اسرائيلية لكي يظهر عفتاح السيسي ممتنا وشاكرا ومادحا ده الكنسبت بتاعها الابجيكتف بتاعها المين ابجيكتف هو انه يظهر امام الغرب كأنه حامي حما اسرائيل مش السعودية يا جماعة اذا كان ترامبي بيقول السعودية هي من حمد اسرائيل فلازم السيسي كان لازم يطلع ويقول اني انا كمان بحب اسرائيل فهو الهدف الرئيسي ليها كان دي بس الصحافي بقى ابن لازينة لعبوا فين على الشناكن فوقعوا في شر اعماله عشان كده طلبوا ايه مش ان هو طلب يلغي المقابلة عشان ان هو يتكلم عن اسرائيل لأ عفتاح السيسي طول عمر وبيتكلم عن اسرائيل بالمناسبة يعني فالخيانة والعمالة دي مسألة يعني يقولك لدينا تعاون واسع مع اسرائيل اه ولا دا ايه نتعاون ويعني ان كل اللي في سينا من داعش هم الف واحد وكده يعني واحنا سمحنا لايه اه للصهاينة بانهم يعملوا ايه يعملوا غراض على ارضنا الله ده كلام هو يريده الفتاح السيسي كان مطلوبا منه اقولها لك ان انت لك بعدة طرق بس فعامها انت ان يظهر ليعلن على الملأة وحتى يتم قبول افكاره الشيطانية في تحديد الدستور وبقائه الى ابد الابدين وواواواوا كان مطلوبا منه ان يخرج بصفحة وجهه الكئيب معلنا انه يتعاون مع اسرائيل في كافة المجالات نحن لدينا نتعاون واسع مجال مع الاسرائيليين سئلة اذا كان التعاون مع اسرائيل هو الاقرب او الافضل او الالسق ما بين الاعداء السابقين منذ الحرب اجابة هذا صحيح نحن لسقين يعني تعاون لسق الثقة يعني احنا قريبين او من بعض يا فندم ماشي وبعدين الراجل بتاع الموقع قال المسريين بيقوموا الف واحد في سينة الف واحد في سينة واحنا مش عارفين نهزمهم فجبنا طيارات من اسرائيل عشان تسعب هل هذا اثبات للخيانة لا هو خايم مش محتاج اثبات انما هو اراد شيء اخر اراد يقول للسهاينة والعالم واللوبي ايها العالم نحن نتعاون مع اسرائيل هو نسي يقول ان انا قابلت نتنياه وزارني على الافطار في سينة ستاشر وانا قابلته مرتين مرة في العقبة ومرة في العقبة تاني يعني هو راح زار وقابله وانا تلك التقى اهو بيقول لك نتنياه والتقى الراجل سرا ده الكلام ده في الفين وايه وستة فين ده الخبر في سبعتاشر انه متقابل في ستاشر وقال ده اللي خاء التاني اللي اقض بينا تنياه ورسوكير زوج ده اللي هو زعيم المعارضة اهو ده الخبر نشرة فين في سبعتاشر انما هو التقى العام الماضي يبقى العام الماضي اللي هو ستاشر اليس كذلك كذلك فهو اراد من هذه المقابلة او اراد من ارسل اليه السي بي اس او اراد من بتفكيره هو ان كان هو من دعا الى هذه المقابلة ان يحدث هذا الامر هو اراد ان المقابلة تتركز حوالين اعادة تقديم نفسه للعالم الغربي امريكا واللوبي السيوني واليميني المحافظ بانني انا رجل اسرائيل وبيني وبين اسرائيل مساحات من الثقة والتلاسق والاشياء دي اشتركوا في القناة